استغلال الدكاء الاصطناعي امام الغباء الجزائري من اجل التسويق ان المحصول مزيد في الجزائر والشاحنات الكتار لكن الحقيقة ان تركي قالوا على الجزائري سوف نرى الطماطم نبدأ بالخضراء ونرى الطماطم ونرى البنادورة ونرى مطيشة ونرى الانتاج المطيشة ونرى الانتاج المطيشة ونرى تتلع بقى ونرى الفيديو ونكمل الفيديو افكوا صور يا حجي صور انا حاليا في مستثمرت التركي الجزائري في ولاية ادرار ما شاء الله شوفوا انتاج البنادورة شيء جميل وانتاج كبير جدا ما شاء الله صور يا حجي صور البنادورة حبس هذي نساو مزينوه بالدكاء اصطناعي هذي الدكاء اصطناعي حشالهم لانهم صوروا الواقع لا نقصوش من الانتاج في الجزائر لا نقصوش من الانتاج في الجزائر لا نقارن الجزيرة بالقارنة ولا نقارن السواعد شوفوا خباركم بان المغرب السنة الماضية حققوا واحدين تجديد لح خيالي فين في موريتانيا لا نقصوش من الانتاج لا نقصوش من الانتاج لا تذهبوا بعيدا المغرب اولا ولا غليب ولا عشاء المغرب لا نقصوش من الانتاج لا نقصوش من الانتاج هذا الشيء يقع لأن المغربة رجالوا في اللاحة منذ زمان المغربة ورثت هذا الشيء أبا عن جد راح تدكلموا الليمون الذي جاءهم السبانية وراء المغربة يلقحواه وهم اللي خلوه بأس شكل يتناكله ورجعوا للتاريخ وصولوا الناس ومع ذلك يدعون في الاندلس وصولوا المغربة منذ قرون ومنذ حاكمين السبانية حتى تحية مهم يدعون من هذا الشيء وعلى ما زينتوا بالدكاء الاصطناعي وعلى ما زينتوا بالدكاء الاصطناعي وعلى ما زينتوا بالدكاء الاصطناعي وعطيتهم الشكل المطيشة للورقة ميت وقال لك الحب دينها وافير تعدى راعا فدال عند عيشة خالتي لها تجد أحدها الدار وقد ذكت هذه الخالي ومشيتون دوار صغير وقعتوا اطلقى شخص دينها بحيرة هنا وبحيرة هنا ونفهموها القضية الحمد لله الأرض المغرب هي أرض تنبيته أي شيء لم تنبيته نتفضل الإطلاع وقال لكي أفضل الإطلاع وقال لهم وقال لهم وقال لهم وقال لهم وقال لهم وقال لهم أي شيء من المغرب الحمد لله الأرض تنبيت الخيرات وكل كم اجهاد مائي ونطلبوا الله لما سقنا الغيته ونجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لا سقيا عدم وقالوا لنا الزمان الحرت بالدوام والصبع بالعوام وقالوا لنا الزمان كان الحرت باللسان من هنا حتى الكلمسان كانت المغربية غيبة لما نقلت بشيء بعيد كلمسان أرض من الأراضي التي حيدتها لنا فرنسا ابن الاستعمار فش كان مغرب قليلا ضعيف لكن اليوم بغير الأرض لنا ومستقبل أن ترجع الامبراطورية ولكن تصل للحدود مع السودان وضع نهر السينيغال والشمل الجزيرة الإبيرية وإيفين والآن دالوس وفرانس كل شيء كان يحاكم من المغربة شيء يقول لك كيف تتحكي وتعاود ولكنني سأرى تصيروا سهولوا قلب تلقى الهجة المغربية وتلقى الصناعة في كل مكان تصيروا قلب تعرف المغرب على جد نحن ليس بلاد تنزوق بالدكاء الاصطناعي لا نحن نصدر 22 دولة البانادورة وهي الطمطة المطيشة العربية وخاكة تغلى عندنا في المغرب لأن تكون شيء ضعيف في الإنتاج والحمد لله أن الفلاحة والتجارة تتصدر لأن الحمد لله قرب من أوروبا ومثلت تصير وقرب من أوروبا وعندما تدخل من أوروبا وقرب من أوروبا وعندما ينتقلون ويقول لك البطاط والغاز وقرب من أوروبا وقرب من أوروبا من الأمر وبعدنا نحضر سوف نحضر وفي المتحل نحضر فيديوة أو بلد أخرى لا ننسوا بأن التغطية مستمرة على اليوتيوب طبعا تربيكم فيديوات على الأجواء والتعبير والأجواء والمغربي يختار والصرد والخرف المستورث هذا هو الفيديو تقوموا على اليوتيوب نعلم